أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن سيناء تعد أغلى جزء على قلب أي مصري ولن يتم التخلي عن متر واحد من أرضها وضف رئيس الوزراء خلال لقائه مع شيوخ أهل سيناء بقرية الجورة أن الدولة حريصة على تعمير وتنمية سيناء للأجيال القادمة مشيرا إلى أنه تم صرف تريليون جنيه لتحقيق التنمية في سيناء مفيش دولة بالعقل هتكون عندها أو في أي تفكير أن أنا أتخلى عن قطعة أرض من جزء من أرضي لأي حد تاني واستسمر واصرف ستمية وعشرة مليار جنيه وحط في الخطة بتاعتي اللي هنفزها ربعمية كمان يعني هكون باصرف تريليون جنيه كل ده المين؟ كل ده ليكوا عشان التنمية تحصل وإحنا تعودنا مع سيادة الرئيس ما نعودش نتكلم نخلي الشغل هو اللي يتكلم عننا واعتقد اللي اتعامل النهاردة وإحنا ماشيين مع بعض حجم الطرق اللي اتعامل أنا جيت سيناء قبل 2011 جيت سيناء قبل 2011 وحاولها لحضركم أنا جيت كنت في زيارة سرية ورسلت لغاية الحدود في رفح عشان كانت ساعتها ابتدت قلق قبلها بفترة في 2010 كان فيه قلق وحضركم عارفين اللي كان بيحزن وفاكر كويس قوي شكل كانت الطرق عاملة ازاي وكانت المنطق مناطق عاملة ازاي وفي وقتها أنا كنت متأكد ان هذه المنطقة تستحق مننا تنمية عظيمة عشان نقوم بيها ده اللي بقى بيتعامل دلوقتي اللي بيتعامل النهاردة ان احنا بنعوض عشرات السنين هذا الجزء من ارض مصر يعني نتيجة لظروف سواء الاحتلال او ظروف خارجة عن ارادتنا ما كناش قادرين ننميه بالصورة الكافية